اشتركوا في القناة قلت ان احنا بنوصل الرسالة كاملة امام المسؤول والمسؤول هو اللي بيحله وبنشكر المسؤولين دايما وبشكر فريق الاعداد اللي بيقوم بالمجهود ده الهدف ممكن فيه اسلوب تاني خالص النهاردة هيكلمني احد المزارعين عندي مشكلة في الرأي انا هنزل اصور المشكلة وهجع ارضها وهبتدي اتكلم وفين المسؤولين وفين الرأي وفين المهندسين لكن انا ما فاتش الراجل ده باي شيء مشكلته لسه ما تحلتش لكن الهدف من اسلوب العمل في هذا البرنامج في قناة مصر الزراعية ان انا اتواصل مع المسؤول في نفس اللحظة لان يهمني ان الراجل ده مشكلته تتحل باقصى سرعة هو مش هينتظر ان انا اتاجر بمشكلته ولا محصوله هيتحمل فمش هادر اقوله لا ده مش عملي طب استنى بما جي صوره المكان ده فين بالزبط لابا احنا مش فاضلين الاسبوع ده فالنهاردة لما يكون فيه مشكلة في محافظة انت كمسؤول عن المواطن في هذه المحافظة وعن تقديم خدمات لي انت تنوب عنه في توصيل رسالته لكل الجهات المعنية انا فيه مشاكل بتبقى متعلقة بالرأي بكلم وكيل وزارة الزراعة والراجل مشكور ان هو اللي بيتابع مع الرأي لان انتو فريق عمل واحد داخل المحافظة فريق عمل بيخدم مصلحة البلد بيخدم الفلاح الشقيان اللي هو بيكد ويجدح في مواسم مختلفة اذا كان فيها انخفات في درجات الحرارة او موسم صفي لهيب الشمس فمش من المقبول اننا اطلب منه اقول له لا انت انت مش تبعي اروح محافظة تانية ومش بنمن عليكم وما بتبقاش مننا يعني جدعانة لا ده واجب وإلزام واجب وإلزام